مشكلة الكراسي المتحركة الى متى؟ سؤال وجهه عدد من فئة ذو العاق الحركية الى المسؤولين مطالبين بتوفير كراسي مناسبة لهم ومشاركتهم في عملية الاختيار طالبنا بفتح باب الشركات حرية الاختيار للمعاق قانون 8 على 2010 عطى الحقيقة للمعاق انه ياخذ كل سنتين كرسي لكن للأسف انه باشراف اللجنة المعنية باشراف اللجنة المعنية بما معناه انه اللجنة تاخذ المقاسات لمن يوصل الكرسي ترجع الطابق على المقاسات نسهم احنا مرافضين المقاسات احنا معنا المقاسات بالعكس هذا الشي مهم جدا لكن احنا نرفض اختيار الكرسي اللي هم قاعد يسوونه قدموا انواع الكراسي المستخدمة وضيق المساحة فيها ابرزه ما تعاني هذه الفئة هذا صار للكرسي سبع سنوات شوف انا من هنا ضيق من الظهر بعد ضيق ومن تاحش لازم شيء من رجيلي كل رجيلي كل ماله وتطلع برا ولازم يكون لنا كل شيء جديد هذه المطالب يراها ناشطون واولياء امور بانها عادلة ومستحقة لا سيما انهم هم من يستخدمون هذه الكراسي حق لجميع المسؤولين انهم يستمعون لاصحاب الفئة المستهدفة فهم اصحاب حاجة ونفس الوقت الخدمة لهم ولهم قرارهم اللي هم يتخذونه ولهم وجهة نظرهم وهم من يستعملون الكراسي فانا اخيب بالمسؤولين جميعهم انهم يستمعون الى هؤلاء الشباب وان يشاركونهم القرار المعاق نفسه يعاني من شغلة واحدة الكرسي المتحرك اللي يقعد عليه هذا ريلة هذا جسده اذا احنا ما نوفر له الولشير احنا ضيعنا حقه احنا معه ياخذون قياسات مرة مرتين ثلاثة بس اخذها على طائرة صحيحة المنتمون لهذه الفئة طالبوا كذلك بالسماح لهم بحرية اختيار الشركة والتشاور مع قرارات اللجنة الفنية بخصوص المقاسات المناسبة لهم